هذا قضاء الله وقدره ولكن اللي جميلة نشنه هو وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لهم تصدمنا بهذا الفاجعة اللي هي هذه الحافلة اللي جرفتها المياه والبرح وفي العواد بأنه الناس فرحوا بتشتاو وتقريبا كان الجفاف من 6 سنين هذي حتى الناس قع تقريبا كان الناس غلش اتتبني الاشتاء وفرحوا الناس ولكن هذه الفرحة قالل منا هذه الحادث وإن كان هذا الأمر ذي الله حتى واحد ممشى القدر ذي الله سبحانه وتعالى وهذر الصيد هذا نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى الشهيد وذوق الناس كلهم اللي تفقدوا الناس اللي مشاو انتلبوا الله سبحانه وتعالى اللي يجعلهم الشهداء من عنده ويتقبلهم بقابل الحسن وما نقوله غير اللي يرضي الله سبحانه وتعالى الله يصبر الوالدة ديالو الوالدة ديالو والزوجة ديالو والولدة ديالو رخلا ووليد وبنية اللي خلا طلب الله سبحانه وتعالى يجد عليها الرحمة والمغفرة وهذا الموقف الذي نعذي الذي كان ذا بلشته حضرته لي هذا الشيء الذي جنازه ديالو لا دليل بأنه أكيد منه الخير طلب الله سبحانه وتعالى يجعله عنده كذلك لأنه شهود ديالدنيهم واللي كان يكون شهود ديال الأخيرة والله يلحقنا بهم مسلمين ورحموا ويدين دينا ويدين المسلمين نجمعين وهذه الناس كلهم اللي تصابوا بهذا الحدث اللي مشاوهواهم الضيور اللي تألموا في هذا الحدث والسلطات العمومية من العملة من تجهيز من الفلاحة من الوقاية المدنية الأمن الوطني القوات المساعدة القوات المسلحة الملكية اللي تجندوا كلهم لهذا الحدث طلب الله سبحانه وتعالى يجازيهم الجزاء والأوفا وتضمنوا مع الساكنة وكله وتضمنوا مع الناس وكان حسن الناس بأنه وراه بحل لواحد اللحمة وبحل واحد الجسد واحد الله يغفر لنا وليهم ويرحم هذه الشهادة وكلهم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس